من ألذ وأبسط الوصفات اللي تنقذني دائما لمن أكون مجغولة بشغل البيت يخنت مكعبات لحم البقر مع البطاطا والبزالية لذيذة لذيذة جدا أو مثل ما نسميها مرقة بتيتة وبزالية مكعبات اللحمة وصفة لذيذة وبسيطة وما يأخذ شغلها أي وقت وراح يحبوها لصغار والكبار جربوها على طريقتي يمكن تعجبكم طريقة سهلة وسريعة بالنسبة للمقادير اللي نحتاجها استعملت مكعبات لحم البقر قطعت قطع متوسطة تقريبا 250 جرام احتاجت حبتين من البطاطا قطعتها بنفس حجم مكعبات اللحمة احتاجت كاسة من البزالية دائما أستعمل النوع المجمد أتركها بالمي البارد حتى يحافظ على لونه الأخضر قطعة من الزبدة والقليل من زيت الزيتون مثل ما تعرفون أنا مستغنية عن الزيت النباتي دائما أستعمل زبدة وزيت زيتون للبخارات اللي راح نستعملها ملح وفلفل أسود وكركم وكمون وكاري اختياري إضافة الكمون استعملت للرز ثلاثة كوب من الرز البسمتي اخسلت ونقعت عشر دقايق بالمي حبتين من البصل مفروم ناعم جدا ورح نستعمل معجون الطماطم تقريبا ثلاثة إلى أربع ملاعق أول خطوة راح أستعمل قدر الضغط بالنسبة لي لضيق الوقت أضيف قطعة الزبدة والقليل من زيت الزيتون ورح أتركها على النار الحدمة الذوب ودائما نحركها بعيد عن النار حتى لا تحترق الزبدة بس نحس ذابت راح نضيف مكعبات اللحمة راح أقلبها وأستمر بالتقليب الحدمة تتحمص بهالطريقة مكعبات اللحمة راح تصير لذيذة جدا حتى بالنضج راح يكون النضج أسهل استمر بالتقليب تقريبا أشر دقايق الحدمة يظهر عندنا المي يعني تنزل كل المي اللي موجودة بيها بهالأثناء راح نبدي نتخلص من الزفرة اللي طلعت من اللحمة لأن المرقة راح تصير لذيذة جدا إذا تخلصنا منها راح أتركها دقايق بعدها على النار بس أخلص أقلبها وراح حس الخطوة اللي بعدها نضيف مكعبات البطاطا أول ما جهزت شفنا المي بلش يقل عندنا هس راح نضيف عليها مكعبات البطاطا وراح أقلبها تقليبا لمدة عشر دقايق تقريبا بهالطريقة مكعبات البطاطا تمتص نكهة اللحمة وراح الذوب شوية وراح يصير طبخها أسهل بس قلبناها صفيت البزالية من المي وضفتها على الخلطة وقلبتها بعد وياها دقايق بسيطة طبعا البزالية ممسلوقة بس مجرد نقعتها بالمي البارد قلبتها دقايق وهس من بعد هاي الخطوة راح أضيف عليها مي مغلي يفضل إضافة المي المغلي لأن المكونات ساخنة ضفت تقريبا من 4 إلى 5 كوب من المي المغلي راح أتركها بقدر الضغط تقريبا من 15 إلى 20 دقيقة ممكن تستخدمون القدر العادي بس بالنسبة إلي لضيق الوقت استعملته هس الخطوة اللي بعدها راح نبدي بتجهيز الرز راح أضيف تقريبا 5 كوب من المي والملح وأتركها على النار الحدمة يغلي بس غلة راح أضيف عليها الرز اللي نقعتها لتقريبا 10 دقايق استعملت 3 كوب من الرز البسمتي وتقريب 6 كوب من المي أو 5 يعني راح نتركها هسه من غير غطى الحدمة يغلي مع تحريكة بسيطة حتى منكسر الحبة وبس نحس إنه بعد 5 دقايق أو إلى 7 دقايق بس جهزة الحبة وتفتحت وكبرت بالشكل اللي يشوفوا قدامكم راح أصفيها من المي هسه راح أضيف القليل من الزبدة وزيت الزيتون وراح أرجع الرز وراح أقلبه تقليبة بسيطة جدا طبعا اللي يحب يضيف بعد ملح ممكن يضيف اللي يحب يضيف زيت نباتي ممكن يضيف يعني حسب الرغبة نقلبه تقليبة بسيطة حتى ما نكسر الحبة بس نخلص من تقليبة نحس إنه الحبة تغلفت بكل الزبدة والزيت اللي ضفناها دائما أحب أسوي شوية تفتحات بالرز حتى نساعد على خروج البخار وحتى حبة الرز تتفتح بشكل جيد وما يعجن عندنا هسه راح نبدي بتهدير الرز أخليه على نار هادية وراح أغلقه وراح أتركه تقريبا خمس دقائق لأنه هو يعني ناضج راح أقلبه تقليبة بسيطة وراح يكون الرز جهز يا ريت بس شوفون الريحة شلون صارت وتوصل لكم الحبة تفتحت وجهز عندنا الرز راح نطفي وراح نتركه على جانب شوفوا شون صار جهز الطعم لذيذ جدا هسه من بعد هاي الخطوة راح نجي على قدر الضغط راح تكون البطاطا واللحمة والبزالية نضجته بشكل كامل هسه راح أستخدم قدر ثاني أضيف بيه نفس الشي قطعة من الزبدة وزيت الزيتون مثل ما اقتلكم ممكن تستعملون زيت نباتي عادي جدا حسب الرغبة يعني كل شخص حسب ما هو يحب يستعمل بس دائما أنا بالنسبة لي أفضل الزبدة وزيت الزيتون لأنها صحية أكثر من الزيت النباتي هسه راح نضيف البصلتين المفرومين ناعم وراح نقلبها تقريبا من خمسة إلى عشر دقائق يعني أحب دائما أقلب البصل بشكل جيد حتى ما نضيفها على الصلصة تكون يعني طعمه لذيذ من بعد ما قلبنا وحسينا أنه بلش عندنا البصل يتحمص هسه هالخطوة راح نضيف عليه معجون الطماطن راح نضيف تقريبا أربعة إلى خمسة من معجون الطماطن بالحقيقة أنا استعملت كل العلبة لأن هي تقريبا أربع ملاعق مو أكثر دائما المعجون أقلب دقائق على النار حتى يتغلف بكل البصل وحتى نتخلص من طعم المعجون يعني نحس أنه الصلصة صارت لذيذة طبعا اللي يحب يضيف أصير طماطن من غير قشر يصير طعمها ألث بس أنا عندي يحبوها يكون خفيفة هسه راح نضيف البهار اللي هو الملح والفلفل الأسود والكركم والكاري ونقلبها دقائق بسيطة حتى بس شوية تطلع نكهة البهارات من بعدها راح نضيف عليها الخلطة اللي جهزت عندنا وراح نتركها على النار دقائق بسيطة راح نقلبها بشكل جيد ونتركها تقريبا تطبخ يعني بس عشر دقائق مو أكثر إذا حسيتوا أن الصلصة صارت عليكم خفيفة وإذا تحبوها تكون بها صلصة أكثر ضيفوا مي أنا ضفت بس كمية قليلة من المي قلبتها وتركتها على نار هادية بس عشر دقائق لأن هي كانت ناضجة تماما بهاللحظة راح نضيفون عليها إذا محتاجة ملح أو عصير ليمون وراح تكون جهزة عندنا المرقى وراح يكون طعمها لذيذ جدا متأكدة أطفالكم راح يحبون هاي الطريقة طريقة صحية ومغذية بالنسبة للأطفال جهزت من وصلة لهذا السمك راح أطفي النار لأن ما راح أحتاج أنه أكثر بعد هسا جهزت عندنا الخلطة للمرقى والرز وجهزت لهم صحن صلطة دائما لازم عندي خضار وصلطة جربوا طريقتي متأكدة راح تعجبكم وراح تعجب أطفالكم وبالآفية على عيونكم يا عمري أنتو ترجمة نانسي قنقر